لا تزال الألغام الأرضية التي تزرعها ميليشيا الحوثي في الطرقات وبين الحقول وفي الصحاري والمباني القديمة تحصد أرواح المدنيين وتعيق وصول منظمات الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى المجتمعات النائية التي تعاني الفقر والجوع والأمراض منذ منتصف العام 2017 وفاتورة الألغام المفتوحة توزع المدنيين بين قتلى وجرح بإعاقات وتشوهات مستدامة بلا خرائط وبشكل عشوائي تخبئ الميليشيا الموتى للمدنيين في تعد واضح وانتهاك للقانون اليمني واتفاقية حضر الألغام الدولية لعام 1997 في تقرير صادر عن هيوم الرايتس ووتش عن ألغام الحوثيين الأرضية التي تقتل المدنيين وتمنع وصول المساعدات دعت المنظمة الحوثيين إلى الكف فوراً عن استخدام الأسلحة المحظورة كما دعت فريق الخبراء الأممي إلى إجراء تحقيق في استخدام الحوثيين للألغام الأرضية التي قد ترقى إلى جرائم حرب استخدمت ميليشيا الحوثي الألغام الأرضية بشكل عشوائي في ست محافظات اشتاحتها منذ بدء الحرب تصدرت الحديدة قائمة عدد الضحايا من الجرحى والقتل وجاءت على التوالي تعز والضالع والبيضاء ثم الجوف القائمة بأعمال مديرة برنامج طوارئ في هيوم الرايتس ووتش قالت إن الألغام الأرضية التي زرعها الحوثيون لم تقتل وتشويها العديد من المدنيين فحسب بل منعت اليمنيين المستضعفين من حصاد المحاصيل وجلب المياه النظيفة التي هم في أمس الحاجة إليها للبقاء على قيد الحياة منعت الألغام أيضا منظمات الإغاثة من جلب الغذاء والرعاية الصحية للمدنيين اليمنيين الذين يعانون من الجوع والمرض بشكل متزايد في محافظتي الحديدة وتعز منذ 2018 قتلت الألغام الأرضية في الأراضي الزراعية والقرى والآبار والطرق 140 مدنيا على الأقل بينهم 19 طفلا ومنعت السكان من الوصول إلى المزارع والآبار والمنازل المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام قال إن الجيش اليمني أزال 300 ألف لغم في جميع أنحاء البلاد بين 2016 و2018 إحصائيات مخيفة للألغام الأرضية التي تزرعها الميليشيا بشكل عشوائي وتحصد أرواح المدنيين في ظل إمكانيات متواضعة لعمليات نزع الألغام وأدوار ضعيفة للمنظمات الدولية في التوعية وممارسة الضغط على الميليشيا لتوقف هذا العبث الذي يهدد مستقبل المدنيين ترجمة نانسي قنقر